موسيقى كل منتخب عربي وإفريقي يصل لدور النصف بشباب بمدرب بطني الجماهر المغربية كعادتها كانت حاضرة بقوة في قطر من داخل الجالية المغربية بقطر ولا المغاربة اللي قدموا من المغرب وكذلية مغاربة العالم اللي كانت حاضرة بقوة رسائل قوية بعثوها المغاربة هنا في قطر الكل كان سندا قويا للمنتخب المغربي أعتقد بأن كل متتبع اليوم لمشوار المنتخب الوطني في هذه الاقصائيات خرج مرتاح خرج فرحان خرج سعيد للعروض التقنية اللي قدموها اللاعبين للقتالية لحب القميس لحب الوطن فهذه أشياء حقيقة ستبقى في التاريخ نقشت بفخر من ذهب اليوم في قطر هذه مناسبة كذلك نأكد بأن الجامعة الملكية الكرة القدم في شخص الرئيس سيد فوزي الأقجع وفرت جميع الظروف للمنتخب الوطني كي يقوم بالدور الحقيقي كذلك جلالة الملك الرياضي الأول كان يتتبع كل خطوات المنتخب وأعتقد بأن خروجه مع شعبه في المغرب فهي رسالة أخرى لها دلالة مهمة فدون أن ننسى التنظيم الجيد لدولة قطر فألف شكر لدولة قطر للشعب قطر وللشعب العربي وللشعب الإفريقي الجميع سند المنتخب الوطني اليوم المنتخب الوطني وحد الأفارقة وحد العرب فأعتقد بأنها رسائل كبيرة نتمنى إن شاء الله بعد هذه الأجواء وهذه الاحتفاليات من بعد يبدأ العمل نفكر في اللي جاي نفكر في كاس إفريقيا نفكر في كاس العالم المقبل فأعتقد بأننا اليوم أعيدها وخلنتكلم من هنا إلى الصبح من اللي نقول حقيقة الكلمات الحقيقية لهذا الشباب لهذا المنتخب اللي حقيقة خلانا أول مرة في التاريخ كما غارب نجول الإقصائيات أو نجول المنافسة رياضية من الأولها إلى يومها التالي فأعتقد هذه بدتها عندها رسالة أخرى فألف ألف ألف شكر للناخب الوطني وليد الرقراقي فألف ألف شكر لجميع اللاعبين وللإدارة التقنية وللجهاز الطبي والجهاز التقني وللمكلفين بالأمتعاء فتحية لجنود الخفاء فتحية للشعب المغربي قاطبة في جميع جهات المغرب في جميع أقاليم المغرب في جميع مداشر المغرب في قرى المغرب الكل اليوم يتكلم كلنا أسود الأطلس الكل فرحان فأتمنى إن شاء الله القادم يكون أحلى وشكرا كذلك لننسى الإعلام الوطني لإحضاره لتبع كل سقيرة وكبيرة وكلنا وديم مغرب والسلام عليكم اشتركوا في القناة